لدينا حاجات كتير جدا نتكلم فيها خاصة بموضوع وزارة الإسكان نبدأها بالحقيقة الدكتور مصطفى مدبولي صرح أن يوم 31 أكتوبر الجاري سحب كرسات الشروط لمكاتب البريد لحجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي لكم سريعا كده إيه اللي تم طبعا بخصوص وزارة الإسكان والنشاط القائم طبعا في وزارة الإسكان ده اللي صرح به دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنه هيبتدي الأربع واحد وثلاثين أكتوبر اللي جاي إن شاء الله سحب كرسات الشروط من مكاتب البريد لحجز الوحدات السكنية ثلاث غرف وصالة بمساحة تصل إلى تسعين متر قطين وصالة بمساحة خمسة وسبعين متر اللي بيترحى صندوق الإسكان الاجتماعي ودع تمويل العقاري بالإعلان العشر إن شاء الله بمشروع الإسكان الاجتماعي مدن أكتوبر الجديدة حدية أكتوبر مدينة بدر العشر من رمضان العبور الجديدة المينيا الجديدة السادات والغرداء وقال كمان الدكتور مصطفى مدبولي إنه بيتم سداد مؤدم جدية الحجز الوحدة السكنية ثم تسجيل بيانات الحجز ورفع استمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للسندوق في الفترة من 7 نوفمبر 2018 لحد 14 نوفمبر 2018 تفاصيل أكتر معينا الأستاذ هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان وأيضا مجلس الوزراء سباح خير يا أستاذ هاني أهلا بيك طيب أستاذ هاني عايزين نعرف بقى تفاصيل إحنا عندنا كذا يعني نشاط كتير جدا فعايزين نعرف التفاصيل خلينا الأول نتكلم على كراسات الشروط دي يا فندم عشان كانت الأسئلة كلها عليها يعني طبعا إحنا هيعرضك عارفة أن إحنا كوزارة الإسكان نحن نجد طول إسكان الاجتماعي وطرحنا منه حتى الآن 9 إعلانات معظم الإعلانات ديات الحمد لله تسلم وفضلنا إعلان أو إعلانين بالضبط اللي بنسلم فيهم دلوقتي إحنا طبعا فيها جدنا في طلبات كثير جدا من عدد من المواطنين على مدن محددة فقدنا الطلبات ديات وده المدن المطروح فيها الوحدات الحالية اللي هي المدن المسميها الأكثر إقبالا على الحكس الألم اللي عاشد ده زي ما حدتك قولكي من شوية هيكون فيه عدد من المدن المطروحة بمساحات الوحدات منها تساين متر مربع تدورة فوصالة ومنها خمسة سبعين متر مربع وفوصالة وده برضو ثالبية من طلبات عدد من المواطنين احنا كنا منذ بدأ من هذا المشروع كاتل الوحدات كلها ثلاث غرورة فوصالة ولكن كاتلنا طلبات من عدد من المواطنين قالوا احنا قصرتنا صغيرة مش مستجيني للوطين بس وكذلك الاستكريفة المالية تاعة الوطين هتكون أقل من ثلاث قوات وبالتالي استجابنا للطلبات بطل المواطنين دول احنا ان شاء الله من يوم واحد ثلاثين اكتوبر هتكون كرة الشروط جهزة في مكتب البريد للراغبين في الحاجزة يضحك كرة الشروط من مكتب البريد ويبدأ بقى يشوف بياناته ايه وثم يدخل على الموقع الالتروني الخاص دي تندوق التمويل عقاية عشان يبدأ يسجل بياناته عندنا الوحدات دي طبعا احنا كلها بنسلمها جهزة يعني متشطبة تشقيق شطبة جهزة اه ايوه لأول مرة احنا عاملين ميزة دي الاهلين اللي هم ذوي احتجاجاتها الخاصة بدينهم اسبوع كامل يبه هم الوحدهم اللي يدخل على الموقع الالتروني الخاص بسندوق التمويل العقاري ايوه يسجلوا في بياناتهم ويرفعهم او يعملوا سكان ويسجلهم المستقبل بتاعتهم الخاصة بالحاجة سواء بقى اللي هي الدخل بتاعهم بإجمال الدخل قدقي ايه سواء الاسترال بتاع دفع المؤدم سواء محل الاقامة صورة البطاعة كل الحاجات دي كلها لازم اترفع على الموقع على الموقع الالتروني كويس اوي بعد الاسبوع ما يقفل بتاع اللي هو الخاص بي هلينة زوية احتجاجات الخاصة هنبدأ بقى من يوم خمستاشر نوفمبر القادم شهر كامل جميع المواطنين بقى وانهم برضو زوية احتجاجات الخاصة لو حد يقدمهم في الشهر ده من حقهم برضو انهم يقدمهم عندنا طبعا شروط محددة للحاجز دايما عندنا الشروط اللي بنحطها للتالي اجتماعي نستهدم فيها ايوه ان احنا الوحدات دي تروح لزوي الدخل المحدود والشباب في نفس الوقت نمنا اللي هم القادرين من الحصول على هذه الوحدات وكذلك من حصل على دعم مسبق من الدولة من يصل على مرتين دعم او ثلاثة او هكذا تمام بالتاني خطينا شروط منها رقم واحد ان هو اللي لم يسبق له او لزوجاته الحصول على واحدة سكنية مدعومة بالدولة او قطاع الارض مدعومة اه بالدولة او او يكون عنده املكة حتى هو اشتراها باموال قصة او ارس شارعي لان احنا عايزين اللي ما عندوش مو اللي ياخد انما اللي عنده لتحقيق التوازن الاجتماعي بالضغط افعال ان الحاجة التانية الشرط ان احنا حطين داخل محدد ما يزيدش عنه اللي عايز يرغب اللي يرغب في الفصول على واحدة كم؟ اذا كان اعذب ما يزيدش عن اربعة تلاف ومتين جنيه وذا كان تزوج ما يزيدش عن خمس تلاف وسبعمائة جنيه برضو من الشروط اللي احنا حطينها ان هو بيحجز في المدينة او المحافظة اللي هو بيشتغل فيها او اللي هو مولود فيها او اللي هو محل اقام تركيا فبالتالي احنا برضو وسعنا دايرة الاستفادة بالنسبة للمواطنين طبعا كل المستهدت المطلوبة بقى لها صورة البطاقة اجمال الداخش هذا باجمال الداخل الحياة دي كلها يجهزها المواطن عشان يبدأ يحطها على الموقع الالكتروني الخاص بالحاجة طيب واستاذ هاني عايز اسألك بقى على حاجة ثانية وهو يعني الحقيقة فيه ناس يمكن اكتر من 2500 مواطن سددوا مقدمات الحاجز بمشروع جنة للاسكان الفاخر مشروع جنة الحقيقة يعني ناس كتير بتتكلم عنه ايه هو شكله فعلا يعني هو اسكان فاخر جدا اصعاره وطرق السداد فيه مريحة انا عايز اعرف يعني احنا كده ال 2500 مواطن بعد كده ايه اللي هيتم بالزبط ويعني تفاصيل مشروع جنة للاسكان الفاخر استاذ ما احنا زي ما بكلمنا من ديئتنا على المشروع الاسكان الكتماعي احنا كدولة بنستهدف ان احنا نلبي طلبات مختلف شرائح الداخل للمواطنين بسبب معنى ان انا كدولة ولكن طبعا انا كدولة بيختلف تعاملي مع كودة شريحة حسب وضعها الاجتماعي والمادي بسبب معنى انا كدولة بدي وحالات سكانية لسريحة الاولاد الرعاية ما بتقعوش حياة خالص ايوة اللي هم اهلين مسلا سكان المناطق العشوائية الخاطرة اللي الدولة بتعمل لهم مناطق مطورة حاليا اللي هو بيستخدم في اعمال الصيانة لهذه الوحدات ما بيدخلش لجيب مؤدارة الاسكان ولا جيب محافظة القاهرة او اي محافظة اخرى من محافظة الدرمولة فيها تحافظ على المكان بالجزء البسيطة للاعمال الصيانة سكان اجتماعي اللي كلمنا عنه من شوية وان الدولة بتدعم فيه المواطن دعم كبير جدا سواء فيه ثمن الارض اللي عليها الوحدات اللي ما يدفعش تمانها او فيه المراسق والخدمات اللي ما يدفعش تمانها بنده وفيه الدعم اللي بياخده فيه الفايدة بتاعة البنك المركزي اللي بيقصد بها لعشرين سنة هي سبعة في المية انما لو اي مواطن بتادي راح قد الكارد التاعة التمويل العقارة ده هيدفع بفايدة تخطى التمنتاشر اولى عشرين في المية اي مظبوط يجي بعد كده شريحة متوسط الداخل ده شريحة مهمة في الاولى برضو شريحة مهمة في كل المجتمعات بتبني عليهم المجتمعين وعشان كده عملنا لهم مشروع سكن مصدر مصر اي قادر بها اللي هو طب الاول اه تعاملنا مع متوسط الداخل احنا بنزاند هذه الشريحة ممديها الوحدة السكنية اقل من سلاح الخطيط اقل من سلاح الخطيطي اللي بيجع بين الخطار الخاص من الداخل اللي هي المتوسط الداخل ولكن انا ما دعمهاش معنا ان انا بكسب في الوحدة بس ما بدعمش المواطن ده بس باتتهالو اقل من اقل من سراح اقل مساعد كويس وجي القادر القادر برضو مواطن مصري عايز وحدة او عايز القطاة ارض ولكن انا بقى كده اللي بوفرهله وده حق علينا ولكنаний بوفرهله بالسرعة الحقيقي duh اللي احظه في المشروع جناد او في مشروع الابراك اللي في العلمين الجديدة او الابراج اللي في المنصورة الجديدة او الوحيات الفخيرة اللي سبق طرقها في العصومة العدارية الجديدة. احنا جهزنا مشروع جنة وده مشروع سكني مغلق تمتع بكل الخدمات وفيه صيانة وفيه امن وحراسة وخلافه. الوحيات نشطبها تشريف فاخر والوحيات الناس كلها شافوها ان احنا نفزنا جزء ونفزنا عينة ومتشطبها لاعلى مستوى مستشطيط. طرحنا اه حوالي سبع تلاف وحدة في ست مدن على مستوى الجمهورية. اه. في اول تمنت ايام الحاجز. اه تقدم له الحاجز. اه مؤدم الحاجز ما يزيد عن الفين وخمس. مواطنهم الفين وخمس ماتين واربعين بالضبط. اه. مستمرين حتى يوم اربعة نوفمبر المقبل. في اه تلقي اه مؤدمات الحاجز للراغبين في الحاجز. داخل على الموقع. اه جارة الموقع يستطفح كرات السروط وخلافه. ما يزيد على مية الف مواطن. وكذلك سجل ديناتو بقى. لسجل ديناتو بقى عشان يرغب فيه دفع المؤدم والحاجز حوالي ثمانتلاف ومية مواطن. تمام. استاذ هاني انا بشكرك جدا جدا وبحييك. وبحيي طبعا وزارة الاسكان على هذا النشاط الملحوظ اللي بيهتم بكل شرائح المجتمع. آآ شكرا مرة اخرى وبصبح على حضرتك. استاذ هاني يونس المتحدة السراسي باسم وزارة الاسكان. شكرا جزيلا. ده كان خبرنا خاص بوزارة الاسكان. تعالوا بقى نروح ل... اشتركوا في القناة.